اشتركوا في القناة طبق فاكهة متنوع انواع الفاكهة فيه وحتبقى شبه ثابتة اللي احنا بنسميها في الاعلام الفورمات فان شاء الله البرنامج هياخد من الحلقة اللي جاية الفورمات الخاصة به بالشكل اللي احنا هنحكي عنه دلوقتي النهاردة الحقيقة من الحاجات اللي قلت لازم احكي عنها شوية مع كورونا مرضى السكر وبالذات فقد الاحساس لدى مرضى السكر هنتكلم عنه بالتفصيل شوية يعني هنسهب شوية في موضوع مرضى السكر وليه بيفقدوا الاحساس لدرجات بقول لكم في العيادة بتأثر جدا لما العيان يبقى كبير في السن شوية وجيني يقول لي لما اخذ الشبشب بيتخلع من رجلي وانا في البيت وما بحسش بيه او يقول لي حفيدي ندى علي والدم جاي من رجلي وبيقول لي يا جده رجلك بتنزف دم انت مش حاسس ولا ايه ويعني مواقف انسانية كتيرة بتتحكي في المضمار ده علشان كده النهاردة قلنا لازم ان شاء الله يبقى في القاء للضوء على الموضوع ده طبعا من الحاجات المهمة في اخبار كورونا انه بعض الناس بتقول انه اخر 2021 هتنتهي كورونا يعني هتقلب صفحة كورونا في اخر 2021 وده خبر كويس جدا طبعا طيب بناء على ايه كورونا هتنتهي في 2021 اللي بيقولوا كده وطبعا دول علماء دول يعني مش كلام هما بيعزونا هذا الى انه الحقيقة الامصال او التطعمات بتاعت كورونا نمر واحد كثيرة جدا نمرت مين هتاخد لها كم شهر في الاول تبقى غالية لكن بعد كده هتنزل شئنة ام ابينا النتائج المبشرة بتاعتها الحلوة طبعا يعني يقال برضو انها هتبقى ممكن تبقى موسمية بس على فترات بسيطة كده يعني تشبه الحصبة تشبه الانف الونزة العادية حتى اللي احنا بناخدها يعني هترجع الامور الى نصابها وده يعني يبعث تفاول قل تبدأ بيه في اول الحلقة انه ان شاء الله الكبوس الكبير ده اللي هو كورونا حينتهي في 2021 وده بشهادة او توقعات او تنبؤات كثير من العلماء والمراقبون الصحيون اذا جاز التعبير فبالتالي احنا ان شاء الله بنقول ان هذه بشرة طيبة جدا 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 طيب حد يقول لي بس انت الحلقة اللي فاتت دكتور حسين كنت بتتكلم عن الموجة الثانية لفيروس كورونا الموجة الثانية في مصر لفيروس كورونا وانها اشد واحنا اشارنا يمكن الى مقال اختنا الفاضلة الاساسة الدكتورة اناشة لتوت وكانت بتطلق صفارة او صفارة او صرخة مدوية علشان نحذر الناس من الموجة الثانية طيب معايا اتصال عشان نقول هل القهوة بتضر بالكلا ولا لا سؤال النهاردة مهم جدا على فكرة استاذ عاطف معايا السلام عليكم دكتور حسين يا اخوي يا ربي يحفظك يا رب بتكلم منين يا استاذ عاطف اخوك عاطف امام headset من رياض كيف الشيخ يا دكتور من كفر الشيخ منين من كفر الشيخ انا من مركز الرياض الرياض اه الرياض والوزرية والاستاذ لاملوم العرنج الوزرية اه الوزرية الوزرية دي قرية من كرة المركز برضو اه Обصناء اهلا وسهلا كلنا صديق من الوزرية مور بصروف الجلسة عمل دمر في المخ يا دكتور خمسات وخمسانطي. وإزا ما اينا في الجواب مش عارفين ينفسوني ومدير الهدارة وكل الزرق امدالة مش تكونوا مسلطين علي العمال في كل اليوم ما بنعمل. يعني انت فيه جلطة في جلطة قدت الى دمور في المخ? عندي دمور في المخ لأحضرك يعني في حد من اخوة كده جراح مخ يبص عليها. حاضر. احنا البرنامج ده تواصل معمول لاجل غرض يا اخ عاطف. كان بيبك المزجد الشيخ عاطف وكان بيحل اي مش كامل على المنبر ولحد تكسير الكتبات مهدل لدماغه. كان عندي تكسير مهد تيب عليدي هنا سنة خمسة وتسعين. الف سلامة وانت يعني زي ما طبطبت على ناس كتيرة اه وعملت صلح لناس كتيرة ان شاء الله البرنامج هيخف معاك لانه عنوان هو تواصل وهو دعوة للتواصل على نطاق واسع جدا جدا جدا. الف سلامة يا سيد عاطف. طيب ايه اللي نقدر نقدمه لك يا سيد عاطف? قطع الاتصال. طيب هو قال طبعا في بداية او في مستهل الحديث انه عايز استاذ مخه وعصاب. فاحنا ان شاء الله بازن الله حنحاول احنا طبعا كمان ربع ساعة والعشر ده وحنحاول ناخد فاصل. في خلاله حنحاول نتواصل ان شاء الله باحد اسد المخ والعصاب. اه اه نحكيله وقد يتبنى هذه الحالة او يعني ان شاء الله حنتواصل معا اه ازا امكان اه في الفاصل ان شاء الله. طيب اه دي مشكلة الشيخ عاطف اه من الرياض اه الوزيرية اه اه كفر الشيخ. سيزاهيبة من حلوان الو. سلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرك يا سيزاهيبة اتفضلي انا معاك يا اختي. اه والدتي عندها خمسة وخمسين سنة. الف سلام عليها. اه بتشتكي بتشتكي من اه دوخة جند قوي ويضع بمخ على طول. بقالها اسبوعين سبوعين بس? اه. دوخة دي بتجيلها على فترات اه من زمين. بس اه دلوقتي متواصل معا خلص في الكلام. يعني مش طيقة حتى حد بيكلمها. اه وهي قاعدة والاكتر وهي نايمة. تيجي تقلب دماغها الناحة اه اليمين او الشمال. تقوم دايخة دوار جامد او. الف سلامة. اه اه طيب سنها كم سنة يا اختي. خمسة وخمسين قلنا. يعني مش فوق الستين ولا حاجة. طيب. اه. اه. الف سلام عليها. اه. الصداء. الصداء جامد اوي برضو اه. مش عارس فبقى تعمل ايه اه. هي اه كتب فيه برشام كده للدخة بتاخده. اسمه استوجيرون ولا اسمه بيتا سيرك ولا استوجيرون ولا ايه? اقول اسمه. اه اقول اتفضلي. اسمه اه ايه? انا مستطيع. في تنكان. في تنكان. اسمه ايه? للخط اسمه ايه فانت? اه ما هو زي البيتا سيرك اسمه انت مش عارفة ضمطقها ايها. اه اه. اه اه. في سيرك اربعة وعشرين ما هو اخو بيتا سيرك اربعة وعشرين اللي انا قلتلك عليه. اه. بس هيا ام تجميم. في ستوجيرون او تيبونينا. نعم. في حاجة اسمها استوجيرون او تيبونينا. تبنينا فورد ما خدتش معاها حاجة من دول لا هو ده بس الحالية اللي بتاخده بس بتاخده مرتين في اليوم بتاخده مرتين اه وكان فيه واحد تاني للنوم ده مهدف كده معيها اسمه ايه اسمه سيسيلالي 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 وليه حروف طيب متقطعة سين تيه لام لام الف سين يه لام اه استيلالي اه اه خمسة جرام الف سلامة طيب الودنة وجحة لا مفيش وجع في الودنة اي حاجة بس هي الدخة اللي ملزمها نلاحظة اوي عشان فيه نقطة مهمة لما قعدة وتقف تدخ اه لا هي مع مع الحركة مع الحركة يمين او شمال او وقفة او قعدت قعدة ووقفت لو اتفرجت لو اتفرجت على التلفزيون اه يحصل كده لو احنا بنتكلم حواليها اه تبقى مش طيقة كلام والكلام دا يدوخها ام من الكلام لا والاكتر بقى اكتر وهي نايمة ممكن تبقى هادية شوية الصدر وهي نايمة بقى ديكت تتقلب مش عايفة تتقلب بتنام على ضهرها مش عايفة تتقلم على جنب اليمين والشمال عشان انتو خط بزيج اكتر او صح صح او بحارفنا دكتور عامل ايه طب بتحس المكان بيلف ولا هي اللي بتلف ساعات الواحد يحس انه المكان سابت وهو اللي بيلف وساعات يحس انه هو بيلف والمكان سابت اه لا المكان الاشياء اللي حواليها كلها بتلف اه بتحس ان الاشياء هي اللي بتلف او او طيب الف سلام عليها لكن ما فيش سكر لا لا ولا ضغط ولا العين بتوجعها ولا الجيوب الان فيها ملتهبة لا ولا اي حاجة خط عملنا اشعة مقطعية على المخ عشان دي مهمة بزيجات ان فيه صداع لا معمنيش طيب احنا هنضيف على الفيرسيرك 24 اللي حدرك بتقولي ولا قلت 16 فيه 16 وفيه 8 وفيه 24 لا 24 بتاخده 24 24 بتاخده صبح وليل او طيب احنا هنضيف حاجة اسمها تيبو نينا لو هتكتبي ورايا تيبو نينا او وحنضيف في استوجيرون اسبوع كده استوجيرون دولها للحالة دي يعني ازا ما تزبطتش هنضطر نعمل اشعة مقطعية على المخ من غير سابغة اسمها اشعة مقطعية وتواصل يعني خد رقم التليفون بتاع البرنامج اللي احنا بنقوله على طول زينو 114 114 362 ده رقم دكتور حسين الشورى اللي انا معاكي وان شاء الله هتابر باذن الله عرفت تعمليلها الاشعة ماشي ما عرفتيش هنحاول نشوف مكان يساعدك انك تعمليها مجانة يعني تمام ياريس ماشي يا دكتور والف السلام عليك والف السلام شكرا قوي دكتور شكرا قرزقا بلا بارك لك يا رب طيب اي استشارات طبية في رقم على الشاشة ظاهر اهو هنتكلم عليه ان شاء الله سواء استشارة طبية وانا هرد عليها ولما رد هتبقى يا اما سكر يا اما جاز هضم يا اما كبد دفت خصوصي او اساعد بقى في نصائح للمرض على هذا الرقم فان شاء الله انا معاكو يعني من الالف الى الياء باذن الله في البرنامج ده اللي بنتمنى ان يكون سوابه لله سبحانه وتعالى وزي ما بقول تواصل يعني ايد ممدودة للعون والمساعدة ان تطلعوا تلاحظوا كل الادوية ابن رداش نقولها خالص في الحلقات في البرنامج ده لو لاحظته انا بقرأ الادوية وبقول للعيان ادوية وبمل العيان رشيد تقدمه نقدر لان الصحف الطب ان انا اكشف على العيان واشوفه تماما لكن كمساعدة بسيطة تساعد شوية وبعدين نودي الاختصاصي او الاستشاري اللي في نفس التخصص بإذن الله ومدام النية صدقة لله سبحانه وتعالى احنا وثقين يعني ان احنا هناخد السواب والجذاء بإذن الله وحضراتكم بإذن الله تعالى معنا هنتواصل كأسرة وكأهل بإذن الله تعالى طيب فيه كلام كتير يتقال عن الدوخة الحقيقة ويعني من الحاجات اللي تخلي الموضوع واخد شكل كبير اللي هو الأسباب بتاعت الدوخة لها أسباب كتيرة جدا يعني حتى البوتشرة الهيبوتينشان في بعض الناس اللي هو الضغط يوطى لما غير وضعي زي ما حكت لو أنا نايم وقمت ممكن تيجي الدوخة لو قاعد ووقفت تيجي الدوخة وهكذا فده يبقى نوع من أنواع الضغط الواطي ساعات مش في حالتها ده مش في حالتها بس بداني أنا بدي فكرة طبعا السبب الأول ومش موجود كان الأشهر على الإطلاق هو التهاب الأزن الوسطى الحاجة الثانية حاجات في المخيخ بقى انتقلنا من الأزن إلى المخ تمام عشان كده طلبنا أشعة على المخ ولو ما تلعدش حننتقل إلى تفسير آخر زي ما احنا متعودي السؤال اللي بنترحه النهاردة على حضراتكم وهو هل القهوة مضرة للكلة؟ إلى أي حد القهوة مضرة للكلة؟ اتقال أنه المادة بتاعة الكافيين اللي موجودة في القهوة كويسة للقلب وتقال أنه في الجنين في اليوم قهوة كويسين جداً وحيعملوا الغرض المطلوب منه من التمديه والتركيز بفكركم تتواصلوا معنا على الرقم الموجود على الشاشة الآن على الهوى بفكركم أنه أي سؤال تقدروا تترحوه علي على 0114 114 362 ده رقمي الخاص الخاص علشان أي استشارة باعتذر طبعاً بعض الناس بيكلموني وفي ضغط كم حد بيتصل فبقول له طب أنا معاك بس أرد على الأخ المتصل أنا ما حدش يقع مني من اللي بيتكلمه وطبعاً بعض الناس أنا أجلتها قلت لها تكلميني بعد الحلقة فكل دي يعني محاولات لترتيب الأمور لكن مش تنصل من الوعد اللي أنا بقاعدوا على الشاشة إن أنا قد مقدر إن شاء الله حكون معاكم وحكون في ظهركم وحكون إيه دفئتكم إن شاء الله لنحبر كل الأزمات اللي تقابلنا بقدر الإمكان وعلى قدر استطاعتنا إن شاء الله بإذن الله ونحتسب هذا لله سبحانه وتعالى يبقى اللي عنده سؤال دلوقتي يرفع السماعة ويكلمني فيه له أستاذ محمود من سواج وإحنا قلب بيحتضن كل حد له قضية الله يخليك حديد الله يخليك تفضل يا أستاذ محمود منين من سواج؟ من سواج من إدفا إدفا أحسن ناس من سواج محمود قول محمل عنار أهلا بيك أهلا بيك أتفضل يا حبيبي أمرني أهلا بيك أهلا بيك기� وإسمعني من التلفون يا حبيبي قلبي كويس كده? اه انا سامح صوتي في البيت عندك منور البيت صوتي. فوطي كده ووطي واسمعني من التليفون يا حبيب قلبي. اتفضل. اه مسكة مسكة على التليفون اهو. طيب امورني. الله يخليك. يا دكتور حسين الله يخليك. اه. شكرا يا حبيب انا اه منتظارك انا. علاج للدهون بتقول? لا للفيرس. للايه? فيرس سي. اه فيرس سي. حاضر طب ايه المشكلة? مش انت اخدت العلاج بتاع الدولة وخفيت? انا اخدت ايام الحون. لا ايام الحون ما ينفعش. هتعمل بي سي آر. خليك ما يقعد تليفون. هنعمل البي سي آر. ودي صيحة باطلقها الان. طبعا يعني الحمد لله. انا كنت من يعني من الدكاترة اللي علجوا فيروس كميات كبيرة في الفترة بتاعت انتشار المرض. وانا دايما بحكي القصة دي ان انا اول ما نزل الدواء كنت في المجر ساعتها. كنت في رحلة. في النمسا والمجر. وبالمناسبة دايما اقول انه بين المجر والنمسا شارع. عدينا شارع شغير عشرة متر ولا عشرين متر. بقى انا من النمسا في المجر. دخلت السيدلية عشان اسأل على علاج فيروس تي بكام? حاب احكي بالزبط الحوار بيني وبين السيدلي عشان ان استاذ محمود ما يبقاش على التليفون. بس انا عايز اقول كل اللي خدوا الانترفيرون يا ريتي اعملوا لو مرة واحدة بي سي اار. الانترفيرون كان خادع. و و و و و اعملت ما احكي انتبع انا بسوها جميل. طيب حاضر البي سي اار الاخير دلوقتي فيه ولا ما فيهوش? انا ما فيهوش الاخير. طب خلاص ايه المشكلة اما انت كده خير? المشكلة فيه اقسان ومجرد ما عاني على لجمز ايش عشان استفر. خلاص جاوبك دلوقتي حاضر. طب البي سي اار احتمدوا لسه البي سي اار. هحكي لك كل حاجة بالتفصيل دلوقتي يا محمود ايه? و ازا الوقت بتاع البرنامج ما كفاش عشان فيه ناس هتدخل تتصل. و انا بحرص. بحرص ان كل حد يتصل لازم اطيب بخطره واتكلم في موضوعه. فيه ناس كتيرة بتنتقد ده وتقول ايه الدكتور حسين بيفتح موضوع. طب ما يكمل. اه لا اكمل يبقى انا حاجة على اللي اتصل. عشان كده ما فيش مشكلة خالص ان انا ادي كل واحد واطيب بخطره اللي اتصل. لكن ما ده فيه رقم هو زين ومية واربعتاشر. مية واربعتاشر. تلات ستات اتنين. معاكم الدكتور حسين الشورة طول الوقت. حتى بعد الحلقات ان شاء الله. فانا ما بقاش زعلان حتى لو ما كملتش بيكملوا معايا بعد كده على التليفون. بالاضافة الى ان عيادتي مفتوحة لحضراتكم سواء في اربعة وثمانين شرع المانيال. لو حد حاب ينورني. او اول فيصل. طبعا اربعة وثمانين شرع المانيال بجوار مدان الباشا. او في اول فيصل برج الاطباء عند مطلع كبري فيصل. ده طبعا بحاجات مخفضة جدا. وبعض الحالات لو مش قادرة بيكلموني انا بشوفها مجانا. وبعض الناس صدقوني بيستغربوا لما بيتصل بعضهم يقولي طب تمن الكشف كام. اقول له والله ما برضا اقول تمن الكشف. يقول لي طب ازاي? يقول له بص. لو لو السكرتير بتاعي قالك بكذا ادفع. وجوه لما تدخل لي يقولي انا مش قادر هرجعلك الكشف من جيبي. مش هطلعك بره خالف. فده ده هو التواصل اللي احنا بنقصده. يعني هو ده التواصل اللي انا بقصده. قادر يدفع نص الكشف ما فيش مشكلة. مش قادر يدفع خالص والله 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 بيدخل جوه يقول لي مش قادر. اقول له طب خالص تفضل. وياخد الكشف جوه ويطلع كأنه دفع بره يعني. فما مش هتفرق خالص خالص. وصدقوني مجربة. اليوم اللي بنعمل فيه لله كده. ربنا مش عايز اقول لكم بيبقى يعني كريمنا كرم فوق الوصف. هذه عام تجربة والله العظيم. ما بتعملش حاجة بخطرك في نفسي اليوم. ربنا اكرم حتى ما انه يستنى البكرة. كان ممكن تتعود دي في بكرة. صدقوني بيعوضها في نفسي اليوم عن تجربة والله العظيم. فآآ يعني آآ. حقول دلوقتي ومش حانسى خالص له سيد محمود. معي اتصال السلام عليكم. وعليكم السلام والله بركاته. اليوم يوم كبر الشيخ. اهلا بيك سيد وليد. وليد عبداللطيف من بلطيمي فندم. وليد عبداللطيف. حضرتك في الله والله. ربنا سعيدك. احبك الذي احببتنا فيه يا حبيب ربنا يطول عمرك. ويجعل دال الله ولا ازكي على الله احدا. تفضل. بصيف عندما انا كنت عامل عملية اه كان عندي غضروف دبوسي. اه. الفقرات العنقية وكان عندي فقرة من فجرة كده في الغضروف. المهم ما عملت عملية عند الدكتور عوض حجاب جزا الله خير. وبعد اتشارين دلوقتي انا حضرتك اه حسس برعشة في رجلي. رعشة في رجلي. تمام. في تنميل معاها يا استاذنا? في اما بوطر قبطل تحت. على اي رجلي بترتعش. رحشة مع تنميل والم ولا رحشة يعني. يعني انا بحسني جسمي بتهزي كده فندم. تمام. هزة بسيء. رجل واحدة ولا الاتنين? الاتنين. تمام. بتاخد اي حاجات فيها بيوتناشر? اكيد ما الشاك على حاجة فيها بيوتناشر. فيتامين بيوتناشر. حقا ولا راس ولا ملجة سيتسيد. بيوتناشر. بيوفيت. نيوروبين. نيوروبين. نيوروتون. نيوروفيت. لفابايون. كوبال. كل اللي حاجات دي اللي قلتها كلها فيها بيوتناشر. يعني ده نقص فيتامين. لا مش لوحده. لا لا. هو بيوتناشر يا استاذنا. طبعا عايز اقول بس للناس برضو ان بيوتناشر ده من الفيتامينات اللي تتقاس في الدم. يعني حضرك ينفع تروح تخبط على باب المعمل وتقوله بعد اسمك ينفع اقيس به اتناشر. فيقولك اه اقيس في الدم ونبان اذا كان واطي ولا لا. فهو من الفيتامينات اللي بتتقاس في الدم ولها تحليل يعني. لكن اللي عايز اقوله انه دايما بينفع من الضغط على العصب. احنا دايما نقول اي حتة العصب انضغط عليه فيها بيبقى يا الم يا تنميل يا اللي اتنين. يا الم يا تنميل يا اللي اتنين. ساعات يجي على هيئة رحشة بسيطة زي ما حضرك بتقول. ساعات حتى التهاب العصب يجي على هيئة تنميل. ساعات يجي على هيئة ساعة. يقولك رجلي ساعة جدا. ساعات سخنية تفضل. ساعات دبابيس بتشكشك. نعم. هتروح مع الوقت يا فندم. بصة حضرتك. انا طبعا يعني معرفش فيه سكر ولا? يعني لازم الاول ناخد. الحمد لله فيه ضغط في السكر. الهيستوري كله اللي هو التاريخ المرضي. يعني هي بس العملية دي وخلاص. اه مفضل الله دي بس. كمان. طيب. هو زي ما قلت معلومة لكل المشاهدين ونحفظها سوا. عشان هو الغرض من البرنامج ان احنا نتقفكم. لان لو حد سمع المعلومة واستفاد منها من احياها فكأنها ما احيا الناس جميعا. فاحنا بناخد سواب كبير جدا على الموضوع ده. فبالتالي كل امنيتنا ان المعلومة توصل لكم. بصرحة كده. اللي عنده مشاكل في ايديه غالبا الرقبة اللي جايباها. يبقى تاني الرقبة تجيب الايدين. وفيه تلات مناطق يختنق فيهم العصب المشهورين اكتر. نمر واحد فقرات الرقبة. نمر اتنين الكتف. نمر تلاتة رزغ اليد. واللي بيعملوا له عملية اسمها تسليك وطر لو بعضكم عارف او سمع عن ابوه اخوه حد من الاسرة. يا رب يشفي الجميع. فيبقى ده اليدين. طب الرجلين بقى. عشان اخونا وليد عبداللطيف من بلطيم ربنا يدي الصحة يا رب هو واسرته. فيبقى الفقرات اللي تحت يجيب الرجل بقى. من هنا يجي ما يسمى بعرق النساء. اللي هو بننطقه غلط النساء. وهو يمكن بيجي اكتر للنساء فسمي النساء بسوى النساء. صياتك. عصب من الاحصاب بيتضغط عليه. يزيد في البرد شوية. ولو معايا الاساس وليد. ممكن يأمن على كلامي يقول لي اه فعلا ساعات مع البرد يزيد اكتر. ساعات مع الشغل والمجهود يجي تزيد اكتر. ساعات لما وط زي ما قال. وط لان احنا بنقول عصب بيتخنق. عصب بيتخنق بقى الفقرات بتتحرك. عشان كده بنبدي ايه? بنبدي حزام للضهر ساعات. ليه? عشان يثبت الفقرات. لانه مع الحركة الدنيا تبقى ايه? انما طبعا عندنا مرضى السكر الموضوع مختلف. وعلى فكرة ده موضوع حلقة النهاردة اللي انا حطوا على العنوان لما سألوني زميل وانا داخلوا الستوديو. قالوا لي دكتور حسين عنوان الحلقة ايه? قلت لهم كورونا واشياء اخرى. كانت ايه الاشياء الاخرى? تنميل او فقد احساس عند مريض ايه? السكر. وده سبب تاني من اعتلال الاحصاب. هنحكي عليه النهاردة ونقول ان الاحصاب عموما تلت حاجات. حاجة اسمها احساس. حاجة اسمها حركة. حاجة اسمها لا ارادية. الاوتونوميك اللا ارادي. اللا ارادي. حضرك قاعد والقلب بيتحرك ويدق. لا ارادي. حد بفينا بيقول لقلب ويلا دق يلا دق يلا دق. لا. لا ارادي. المعدة بتتحكم. لا ارادي. دي حركات لا ارادي متحكم فيها الاعصاب. عشان جدا احنا بنسمي المخ ايه? سيد الموقف. الكبير بتاع الموضوع. فالخلاصة عشان عندي اتصال. استاذ وليد يا ريتي اتواصل معاي بعد الحلقة. اهل كفر الشيخ انا بحبهم جدا جدا. تتلاحظوا الاتصالات اخلابها كفر الشيخ النهاردة. معانا اتصال من سهاج. الو. الو. اساس محمود. محمود تاني ولا محمود اللي كان من شوية سهاج. لا محمود تاني حاضر سهاج. اهل سهاج مناورين الدنيا محمود محمود. اهلا بيكم نورت. اتفضل. الله يخليك. عندي القولون حاضرتك فيه اسهال على طول. بيبدل مع امساك ولا اسهال بس? لا اسهال بس. بقاله قد ايه? بقاله شهر كده يعني. شهر فقط قبلها كانت الدنيا تمام. اي بس كنت عامل منظار حاضرتك على القولون برضو. من تحق. من سنة. من الشرق ولا الفم? لا الشرق. الشرق. طيب استبعد اي حاجة للقولون يعني ما قالش فيه جيوب في القولون المنظار. ما قالش فيه جيوب في القولون. ما قالش فيه التهاب قولون تقرحي. ما قالش فيه اي مشاكل في الخولون? لا ما قالش حاجة حاضرتك. هو اول مرة من سنة كنت عامل منظار وكان فيه زيادة زيادة لحمية واستقصى لتها. بالزبط. بالزبط. بعد كده رحت عملت منظار بعد اه حوالي ست شهور وما فيش حاجة. جل ما فيش حاجة. تمام. انا بينه وبينك استغربت. فيه اسهال حاضرتك. الف سلامة. استغربت انا الحقيقة انه الدكتور يحمل منظار عشان الاسهال. لانه عندنا ضوابط لعمل عمل المنظار. مش اي دكتور. كان فيه زيادة زيادة حضرتك كده. كمان. هم بيسموها الزوائد العائلية دي على فكرة معرفش. شرح لك الدكتور وقالك كلمة العائلية دي ولا لا? اسمها فاميليا البولي بويت. قال لك? اه حاضر. قال لك الزوائد العائلية ولا ما قالكش? اه. لا اقل بس انا حاضر لك عايز العلاج للإسهال دي. حاضر. طبعا اتمنى تعمللي تحليل براس? لان انت عملت الاهم والاصعب والافضل انه تعمل اعملت حاضرتك تحليل براس بس هو بيجين اوقات واوقات لا. ما هو ده عصبي. اه. ده قولون عصبي. لازم يدخل مع الموضوع. خد بالك. انا انا النهاردة اخر عيان كان عندي فضل تحكيله كتير جدا عن انه مرضى القولون العصبي في امراض يا جماعة بتيجي من الضغوط العصبية. ولازم مع الدواء نحفر جوه العيان نشوف فيه ايه. يعني لازم وبعضهم يعيط. يعني بعض العيان بذات لو ستات او رجالة. بعضهم لا بافضل اقول له خد بالك. في حاجة نفسية. لو هي مع جزهة او هو مع امراضه وفي مشاكل بينهم او اي حاجة بتبقى الادوية هتجيب خمسين في المية اربعين. لكن الجزء التاني شوف اسمه القولون العصبي. وفي قائمة طويلة مرة حنعمل حلقة عن الامراض النفس جسمية. النفس جسمية او الجسم نفسية يسموها كده. اللي هو ازجاي المرض النفسي او الضغوط العصبية جابت مرض اه عضوي. ما هو واحد زعلان ايه دخل المعدة. واحد زعلان ايه دخل الامعاء تعمل اسهال. طب ليه حاجة معده. ليه حاجة اه امعاء. ليه. طب ليه من الحاجات دي الربو على فكرة. الربو. وفي بعض الابحاس القديمة قوي. قالت لك الربو ده لو واحد زعلان من امه. زعلان من ايه طفل صغير. فعشان تلزق فيه يجي الربو بقى. هو لاحظ لما الربو يجي. اللي هو الكحة النشفة بتزيئة. الام لو راح تزوره اختها. لا تقعد مع الواد تلزق فيه بقى. ابنها بقى. فهو بقى جسمه من غير الوعي. هو بيعيش على فكرة حاجة محمود. يعني الواحد مش مدرك ده. بس جسمه عشان بيحب مامته. بدأ تجيله الاعراض. فالام تقعد. كل ما تجيله الاعراض. ام تقعد. هو حبيب امه. فيبقى طول الوقت ايه احد مع مامته بالصورة دي. منها قرحة المعدة. اللي هي مش بس الم في المعدة. لا. قرحة المعدة النازفة. تعمل الحكاية دي. منها بعض الامراض اللي دخلوا فيها الموضوع زي البهاء. البهاء مرض للان مالوش سبب. نتعرفش. هي خلايا الجلد فيها. وهنعمل مرة توصية لبتوع المرضى البهاء والجديد اللي وصل فيه موضوع تلون الجلد يعني والقصة كده. ولذلك دايما عايز اقول حاجة بس. لازم تحنديك علاج ان شاء الله لما تكلمني في تليفون. طبعا انا اهل 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 سهاج اه كنت فاتح في سهاج فترة كده. وبعدين تعبت من السفر الحقيقة فتحت في الاقصر. فبقوا اهل سهاج بيجوني اه الاقصر. ومش عايز يعني الناس بتستغرب انه اه من ست سنين كنت في سهاج ولا حاجة والناس لي دلوقتي بتجيني من سهاج اه الاقصر. لانه اللي بيننا حب مش عينه دكتور يعني. يعني عشم في محله محبة واها كزا يعني. فطبعا حرع حرع الحاجة النفسية حاجة محمود. حاجة محمود من سهاج ربنا يطول عمره. اتنين. حنراعي. انا بس عايز اسألك هل هو مية على طول ولا القوام بتاع ايه البراز عزك الله اه بتاع الفضلات اه 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 يعني مش مش جامد مش متماسك. لا هو مش جامد مش متماسك. لكن مش مية. مش مية. اه. طب عدد المرات تتغير? لا في اليوم ممكن سبع كمال مرات حاضر ده. بقى له قد ايه شهر? اه. قبل كده كان مرة ولا مرتين في اليوم ولا كان كل ايه? قبل كده كان مرة او مرتين في اليوم باش. تمام. طيب عملت الاختبار بتاع الحساسية للنشا? للنشويات يعني? الجلوتين اسمه? لا ما عملتش حاضر. ولا طلب الدكتور منك? لا. ولا ربطت بينك لما تقول حاجة فيها امحة او اكل معين يجي الاسهال اكتر? لا حاضر طبعا. طيب عموما كلمني بعد الحلقة الاسهال موضوع كبير جدا انا عايز اقول لكم لما اقرأ الاسهال انا مثلا باخد لي ساعة ساعة وربع يعني ازأس في موضوع الاسهال. من الموضوعات المهمة المتشعبة الكبيرة اللي يعني مهمة جدا جدا لانه اه اه يعني ساعات يبقى الكلو الامريكان يقول لك الكلو سي ال يو اي يقول لك الكلو بتاع القصة يعني المفتاح الحل يعني بتاع الحدة تبقى حاجة بسيطة قالها العين هو بيتكلم. فالخلاصة غالبا الموضوع ده جاي من قولون عصبي دايما مع الاسهال احنا بنسأل فيه قلم في الجنبين ولا لأ في في القولون الصاعد والنازل اللي هم كده اكتر يعني القولون صاعد استعرض نازل فيبقى كده في دم ولا لأ تمام ده مهمة اول من الحاجات اللي بتتسئل يعني طبعا نكون عملنا اقارف به في الطب تحليل براس لان الديدان تعمل كده الديدان تعمل كل الحاجات بما فيها المغة تمام فالستاذ محمود من سهاج ان شاء الله اه حن نجاوب له بالنسبة للاخ محمود اللي قابله احنا بنقول انه الاجسام المضادة دي نعمة من ربنا ربنا اه بيطلع جنوده جنوده اللي اللي تقاتل اه اه نيابة عنك عشان تموت فيروس سي وجنود تانية لابسة لون تاني عشان تقاتل ضد فيروس بيه فالجيوش دي لا تتحرك الا ازا فيروس سي دخل فبالتالي بنعرف احنا لما نلاقي الجنود دي انه فيروس سي دخل عشان كده فيه تحليل اللي فيروس سي واحد غالي وواحد رخيص واحد فيه بندور على الجنود اللي هي الاكسام المضادة وده تحليله رخيص فدايما نجري على ايه على الارخص ده بخمسين ستين جنيه وده بستمائة جنيه ولا الف جنيه بعد المعامل بتعمله وساعات اكتر انا كدكتور قلبي على العيان هطلب ايه الاكسام المضادة لو طلعت مش موجودة يبقى ما فيش حد دخل اصلا اقول له خلاص ولا تعملش اصلا التحليل بتاع الفيروس هتدور على ايه وهو ما دخلش اصلا طيب لو لقيت الايه الاكسام موجودة ده معناه انه هو دخل يبقى قدامنا احتمال من اتنين يا اما الفيروس دخل ومنحتك اتغلبت في خرج وده بيحصل في خمستاشر في المية من الحالات يا اما هو غلب منحتك ونايم جوه وده بيحصل في خمسة وتمانين في المية من الحالات يعني كل مية حالة خمسة وتمانين حالة فيروس سي يغلب ويدخل على حكس بي بي خمسة وتمانين يخرج وخمستاشر يقعد عشان كده دايما اقول على بي انا من غير ما تزعله المنحوس او قليل الحظ. ليه? لان كل ميت واحد فيروس بي بيدخل جسمهم كل ميت واحد خمسة وتمانين بيخفوا لوحدهم. فالرجل اللي هو قاعد ده ما خفش ده واحد من كم? من خمستاشر واحد بس من المية سقطه. والخمسة وتمانين نجحوا في اختبار الايه? البي. وطبعا دولة منعتهم ايه? قوية. طب ما تعالوا نقول المناعة القوية تيجي من ايه بالصلاة على النبي كده? طب يلا نشوف عن محمود من كفر الشيخ ونرجع. ام محمود. طيب ام محمود اه واضح ان انا يعني طولت شوية انا بتكلم. فزمايلي يعني بيقولوك يعني اخدت شوية عالتليفون. اتمنى ام محمود من كفر الشيخ اه ترجع. تتصل تاني خليها تصل على الرقم اللي موجود على الشاشة. وعلى فخرة الوصول لنا سهل جدا. وجرد ما تطلب من موبايلك هتبقى معانا على الهوى حالا. فاي سؤال تبدي? انا بس عايز اقول انه فيه سيدة من الاسكندرية فاضلة محترمة جدا. كلمتني مبارح. عايزة شقل ابنها. ورغم ان البرنامج حدوده اه 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 لما اتعمل كان طبي لكن اي سؤال انساني من باب ان الانسانية دي حاجة واسعة وباب واسع جدا. لا حدودة له. وان الاسلام علمنا الانسانية قد ما نقدر. فانا بقول لها ان ان شاء الله باسم الله اتمنى تواصل الاتصال تاني انا قلت لها يعني حاول اساعدها في ده. وهي ست طلبها بسيط جدا. اتمنى برضو نتواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي او وزارة التضامن الاجتماعي. وان شاء الله يشوفه لها حل. هي طلبة بس يدفع لها المقدم وده 15 الف ولا حاجة. والاسط هي قادرة على انها تدفعه. وحتى لو قده وصال عشان تجاوز ابنها من الاسكدرية. ولسه بحكي لقيت زميله في الكنترول بيقوله اتصلت برضو في الكنترول. فاتمنى ان شاء الله بازن الله. اما ان احنا نساعدها عن طريق مشروع السيد فخامة الرئيس عفتاح السيسي اللي عمله للشباب اصلا. او ان احنا نكلم الوزارة التضامن الاجتماعي اللي هي برضو تساعد في ده. او اي حد يقدر يساعدها. حنوصلوا بيها. على فكرة القناة لا تقبل اي مساعدات لا مالية ولا عينية ولا مادية ولا حاجة خالص. احنا مجرد قنطرة لو حد قال عايزة ساعة الست دي حنوصلهم ببعض. فقط. انما القناة لا تقبل اي اه اه حاجات اه مالية او مادية خالص. والبرنامج تمام يعني اه بالاصالة عن نفسي وعن البرنامج يعني. لكن احنا مجرد اه يعني قنطرة خير بنوصل الناس ببعض. اه بكرر تاني ندائي الى اختنا من اسكندرية. تحاولت اتواصل وتدينا بياناتها. علشان هي اتصلت بالكنترول. واتصلت بي انا على اه زرومية واربعتاشر مية واربعتاشر تلات ستات اتنين الرقم اللي بتواصل اه معكم عليه تاني. طيب معايا بستاذ كريم من كفر الشيخ. ويبدو ان النهاردة يوم كفر الشيخ. بستاذ كريم. ازيك يا دكتور اغبرك ايه. ازي حضرتك يا حبيبي. اهلا بقى اهل الكفر الشيخ كلهم. امورني يا حبيبي. معاك يا باش انا حجة عبانا شوية كان عندها كورونا. اه. وخفت منها الحمد لله. من قد ايه خفت? تقريبا من حوالي عشر تيام كده. عشر تيام وخدت معاها كم يوم? خدت معاها زي خمسة وعشرين يوم. خمسة وعشرين يوم. تمام. بس هي مرض السكر وضغط. الف سلامة بتاخديه للسكر وبتاخديه للضغط. رجلها لا. بتاخديه للسكر بتاخديه حبيبي للسكر وبتاخديه للضغط. بتاخد اه علاج للضغط اه اسمه تقريبا تكند او حاجة زي كده. وبتاخد للسكر انسولين. انسولين كم وكام? بتاخد خمسة تلاتين السكر وعشرين بالليل او خمسة وعشرين بالليل. تمام. بيطلع حلو عريق بيطلع كامل رقم بتاع السكر يا كريم بيه? بيطلع الجهاز اللي هو اللي عندنا. اللي في البيت. اه اه. بيطلع عالي. ممكن تلتمية تلتمية وعشرة. عالتاني لا خالص طب كده مش حلو خالص. طب بعد الفطار بساعتين. اللي حاجة. بعد الفطار بساعتين. بعد الفطار بساعتين. ما هو ده بعد الفطار بيطلع اه متين متين وعشرة. لا 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 اركض. تعال نصلح المفاهيم ويا رب اللي سمعيني ياخدوا بالهم. تمام. اوقات القياس المهمة. انا طالب حاجتين. امتى ايس? ويطلع كام فافرح. بس انا مش طالب على فكرة يعني لو طلعنا من الحلقة دي بالسؤالين دول امتى ايس? مريض السكر يقيس امتى? يقيس عالريق يا كريم? ويقيس بعد الفطار بساعتين وبعد الغدق بساعتين. انا عن نفسي اي حد عند السكر مش متزبط ويقول لي التلات معلومات دول بفضل الله بفضل الله بفضل الله هزبطهول. انا مش طالب غير المعلومتين دول. كام عالريق? كام بعد الفطار بساعتين وانا واخد العلاج? مش بعد الفطار بساعتين وانا سايب العلاج على جنب? لا. لانه الاختبار اصلا للعلاج. عشان نغير العلاج. عشان كده في مرضى يعمله ايه? ما ياخدش العلاج ويرحلل بعد الفطار بساعتين. طب انت عملت ايه? ده انا اصلا عاملت تحليل للعلاج عشان اشوف الفرق بيننا وبين درجة النجاح كام? ونوصل مع بعض لدرجة النجاح. استاذ كريم معي على التليفون? طيب يا حليل. المشكلة بقى ان هي رجلها فقط تنميل جامع. اه. وجبناها علاج ومراهن من على التليفزيون وحاجات من ده فيش فايدة خاصة. تمام. حاضر. رجل واحدة ولا الاتنين? لا الاتنين. لدرجة ما تنيمهاش بالليل ما تنيمهاش بالليل مش كده? اه اه. ده بدي يجي بالضبط جامع كده بقى له زي شهر عشرين يوم خمسة عشرين يوم كده بقى. بطريقة صعبة قابل. طيب. اه ده وضغطه قلت ايه انت ما انا قلتوش طاحي. يعني قلولي حرف حرف. ايه. ممكن سانية واحدة. انا معاك. مسلا. سانية واحدة بس هقول لك عليها. حاضر. لو الحجة جانبك احب اكلمها. اه يعني اصمح صوتها حتى لانه الناس البركة كبارستين دول احنا بنرحم بيهم ويخفر لنا بيهم. فلو موجودة اكلمها حتى. اه ده ماشي. علاج الضغط اسمه اتكند. اتكند تمانية ولا ستاشر ولا بلاس ولا ايه? تمانية. تمانية. اه. الف سلامة. تمام. بتقيسوا الضغط يطلع كويس على الاتكند تمانية? اه كويس خير. بتاخد نص قرص اه الصبح. نص قرص الصبح بس. من التمانية. اه. طب بتقيسوا بالليل? تتطمن انها سترة علينا الحباية لحد بالليل? لا مش بنقيسوا بالليل. نحاول نقيس بالليل عشان اشوف محتاجة جرعة تاني بالليل ولا? لانه تمانية ودي نصها. يعني في الغالب كانت ما تحتاجش اصلا. يعني اللي ادي له نص التمانية دي يا كريم سامعني? تمامي يا سامع. امنع الملح عنه. ودي له كركديه سائع صبح وليل. وعصير دوم. الاتنين دول. ودي له بقى حاجات فيها بوتاسيام كتير. زي البقدونس. واغلي بزرة البقدونس. واكلها بقدونس اخضر. ادي حاجات بوتاسيام تاني زي الكرفس. هايل جدا. اه امنع الملح خلص من اكلها وابدله بلمون وكمون مطحون وزيت زتون وفلفل رومي. اقولهم تاني اللي اربعة دول يدو طعم اللمون في البق. يدو طعم الملح. يبقى اشيل الملح خالص. وحط لمون كمون مطحون زيت زتون فلفل رومي بس مش الفلفل الرومي الالوان. فلفل الرومي الاخضر بتاع بلدنا. مش المستورد اللي هو احمر اصفر اخضر. لأ. معايا كريم? ايوة معاك دو. طيب يا حبيب. الكلام هيكتر في نقطتين. في نقطة. الحاجة جنبك طب اسلم عليه عشان تدعيلي. طب ادهالي. ازيك يا دكتور. ازيك يا امي كريم يا غالية. الله يسلمك حبيب. بعد ما تقفل السكة دعوتين حلوين اول ابنك الدكتور حسين الشورى. سمعاني? طيب قطعة الاتصال لكن ان شاء الله هي هتدعيلي لان الحلقة لسه مستمرة في البيت عندها. وهنحكي دلوقتي عن نقطتين مهمين. وزي ما بقول ماذا يحدث لو جا اتصال من حد تاني قصدنا وعشما فينا. هنرد. طب والحاجة مكريم. الحاجة مكريم تكلمني بعد الحلقة. طب انا مشغول عشان فيه اتصالات كتيرة بعد الحلقة. هرد على الناس كلها واتصل تاني الصبح. او تاتصل بيا الصبح. لو مشغول بعد ساعة وهكذا انا معاها على طول. والرقم عادي معلوش رسوم ولا حاجة. هتكلمني ام كريم. هنقول على ام كريم. لكن بفكركم من الرقم اللي موجود على الشاشة للتواصل. يلا بينا نتواصل. نحط ايدنا في ايدين بعض. الدنيا والله ما بتسوي حاجة خالص. ولا يبقى فيها غير الكلمة الحلوة. والفعل اللي بنعمله مع بعض ونساعد بعض. الله في عون العبد. ما دام العبد في عون اخيه. مفيش حلاوة احلى من كده. كورونا. طب معايا ام اسلام بعد ام كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. ام اسلام ازاي حضرتك? الله يخليه. بتتكلم من اين يا امي? من البحيرة. من البحيرة اهلا وسهلا. اتفضل امورين يا امي. ابني عنده قولون تقرحي وبقاله سألة اخذ العلاق. سامعك. طيب. اكراما لام اسلام في البحيرة هنقول كلمتين تلاتة عن القولون التقرحي. على فكرة انا حدت في البحيرة سبع سنين. فاتح في شارع اسمه احمد عراب هناك. اه جنب محل جويش للأدوات الكهربائية. قريب من جامع التوبة. فناس البحيرة انا يعني بحبهم جدا. ولا زالت يعني ناس كتيرة بتكلمني من مرضايا في البحيرة. يعني كان عندي عيادة في البحيرة. وعيادة في اسكندرية. فناس البحيرة من الناس الغالين عليها جدا جدا جدا. بسرعة كده ام اسلام من البحيرة قولون تقرحي. ده هو صورة متحورة للقولون العصبي. ولو لحظته كان حد بيكلمنا نسمو الستاذ محمود اللي عنده اسهال. فانا سألته فيه دم ولا لأ. فيه قلم ولا لأ. ليه بقاه? عشان القولون التقرحي. التقرحي عبارة عن قولون عصبي. كل الاشكال بتاعت القولون العصبي. يزيد عليها حاجتين او اكتر. بس العاجتين المهمين مخاط. لما تجيب البيضة والطقها كده يطلع حاجة بيضة كيها الزلال. هو المخدة. فتلاقي البراس بتاعه مع زلال. ومعها دم. بس من غير واجع. عشان البوثير دمها ايه? بواجع. طي. معي اتصال الالو? ايوه السلام عليكم. سيد محمد من البحيرة. ايوه يا دكتور. اهلا بيك يا حبيب. الله يخليك يا دكتور. انا عندي تمانية واربعين سنة. ربنا يديك ثلث العمر يا رب وتحج. الله يكرمك حجية الحمد لله. تاني تاني ما انا بقول تاني نساء الله. يا رب نكون جميع. حد يكره يا رب نكون سوا انا وانت. الله يخليك. ده بقق مية من مية زمزم يعني موضوح تاني خوال. اتفضل. اه يسوى الدنيا كلها. طيب يا عم محمد. نروح سوا ان شاء الله. اتفضل. عندي عندي زكر من حوالي من اربح سنين كده وتلات سنين. الف سلامة. اقراس ولا اقراس مش كده? اه اه باخد اماريلا. واحد ولا اتنين ولا تلاثة? باخد تلاتة. تمام. مرة واحدة ولا مرتين? مرة واحدة ولا مرتين في اليوم? لا مرة واحدة بس. تمام. اه بص يا دكتور اه لما لما بنبقى جاعد كده مسلا نقعد مسلا ساعة ساعة لربع كده ونجوم نمشي. نمشي مسلا زي عشرين متر كده وتمسكني يمسكني واجع زامد في دماغي كده في النيحة الشمال في وجودني كده. اه. لما نقعد في الارض على طول نستريح تاني. لكن طول ما انت واجه فيكي كده. اه. انت طولك كم سنتي طولك كم سنتي يا محمد بيه? اه. طولي مية تسعين. بسم الله يا ما شاء الله. يبقى انا دكتور شاتر والله العزيز. يا جد. انا ليس اقلت اكتولك بقى. اه. لان الناس الطويلة المية ما بتوصلش الدور اللي اتناشر. فالدم بيبقى اقل شوية. فيجيلهم حاجة بنسميها اه اه سيركولاتوري انسوفيشنسي. يعني ايه? يعني الدم مش واصل للمخ فوق. عشان احنا مية وتسعين سنتي ده انت شوية وحتعد شو بير. مش كده? بسم الله يا مشا الله. فلما تقعد. يبقى خلاص بقى المية ما طلقتش في العالي وصلت. ده احد التفسيرات. لكن في تفسيرات تانية. انه ده التهاب في الاحصاب عند مريض السكر. لانك لو ما اقلش انك بتاخد حاجة فيها باتناشر ازعل. ولو دكتورك ما قالكش مريض السكر لازم ياخد حاجة فيتامين به اتناشر ازعل. بتاخد ولا ازعل من دكتورك ومنها. انا بناخد حضرتك انا كاشف برضك عند دكتور مخ واعصاب وعمل لي اشاعة مقطعية. وجل ما عندكش حاجة خالص. كمام. اديك علاج ايه بقى? اعمل لي اشاعة على المخ وعمل لي اشاعة على الراجبة برضك. اديك علاج ايه? نعم. اديك علاج ايه ولا مدكش علاج خالص? مديني علاج حضرتك. اه اسمه ايه طيب اقرب سرعة ها? هاي ماشي تولي. وقت التليفزيون مش معني من التليفون. احنا هناخد فاصل بعد حاجة بسيطة. علشان وعدنا. وعدنا اه اخونا الحاج عاطف اللي بنكفر الشيخ. ان احنا هنحاول نتواصل مع اساس مخ واعصاب. فبعد الاتصال ده بعد ازم زميلي فاصل دي اولا حاجة هنعمل اتصال نشوف. هنعرف نتواصل لاساس مخ واعصاب ولا المرجع. اه ايه انا معاك. معاك تفضل. اه هو مديني دانت ريلكس. دانت ريلكس ها? اه تمام. اريس ريكس متين اه. اريس ريكس متين اه. اه اريس ريكس متين اه. اه. وحاجة نيروتون. تمام اه نيروتون دي ابيه اتناشر. اه. بس هو شاكك ان الرقبة واجعك او الكتف واجعك دخل معنا في حتة تاني لان هو مديك بسط للعضلات ومسكن. فهو شاكك ان الرقبة هي اللي جايبة يعني الموضوع ده او الكتف ازا كنت تشتكت منه يعني ايا كان. ما انا كنت بما انا بنشتكي من ادريحتي برضك ومديني. ما او عشان كده. عشان كده يا حبيبي هو ادك ده. تمام? لكن احنا. تمام. اه. طبعا انا معرفش النيوروتون يعني الافضل منه سيوتاسيد ستمية مركب. حاول تبدل كده بسيوتاسيد ستمية مركب. او كلمني بعد الحلقة امال لك يعني الحاجات بتاعت الموضوع ده. لكن يازل الموضوع يعني حميد وجيد ورائح وهائل ان الراجل ايه? عمل اشعة مخطائعة المخ. تمام? طيب. هناخد هناخد زمعيلة استأذنهم في فاصل. علشان انا وعدت الاستاذ عاطف اللي من كفر الشيخ ان احنا هنحاول نتواصل. فاذا الفاصل جاهز ناخد الفاصل. فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم وارجعنا لكم بعد الفاصل. معنا الاستاذ دكتور حلمي. الحقيقة من اكبر اساسة المخ والاعصاب هو استاذ المخ والاعصاب بالقصر العيني. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حضرتك من الناس المحترمة جدا جدا جدا. وفي مجال المخ والاعصاب يعني اه مش عايز اقول من المعدودين على الايد يعني. يا فندم ربنا خليك ربنا خليك. اه والله يعني دايما يعني علم واخلاء الحقيقة يعني الاسر العيني بجد منور بحضرتك والله. ربنا يا فندم ربنا يا خليك. كان جان اتصال من احد اسمه الوسط عاطف من كفر الشيخ في النص الاول من الحلقة. وقال جات له جلطة وبعدها خلفت بعض المشاكل. يعني دمور في المخ دمور بسيط على كلامه طبعا مش مناش تحليل ولا حاجة. لكن هو قال جلطة خلفت دمور بسيط في المخ. فهل في حاجات جراحية تسهل ما ما تم يعني. فنسمع من حضرتك ونصيحة برضو ازاي الناس تتقي حتة الجلطة دي. تفضل معالي. يعني هو اولا حضرتك اهم حاجة في العلاج الجلطة الوقت. اول ما المريض يبتلي يحس ان فيه اعراض غريبة. زي ان بيقى فيه تنميل او تقل في جنب من اليدين او رجدين. او فيه صعوبة في السلام. لازم ان هو على طول يتوجه العرب مستشفى. تمام. لان احنا لو قدرنا ان احنا نلحق الجلطة في اول اربع لست ساعات. تمام. بيبقى عندنا ممكن حقنا ناخدها سيريبرو لايسن. سيريبرو لايسن. لا يعني سيريبرو لايسن ده دو منشط. لكن هو فيه حاجات اللي هي بتدوب الجلطة نفسها. كموزيبات جلطة في وقتها. اه اه اه. اول ستة ستة لعشر ساعات. تمام. ده مهم الوقت. التوقيت مهم الوقت. لما هو لما بيعدي اول آآ آآ ستة ساعات. بعد كده علاجات التقليدية اللي هي الادوية الادوية بتعمل في الدم اللي هي مضادات الصفايح الدموية. تمام. زي الاسفرين مسلا وحاجات اخرى. تمام. الادوية المنشطة زي بحداك تفضلت قلت زي مسلا. تمام. طبعا العلاج الطبيعي مهم جدا. تمام. اه دايما في كل مراحل العلاج الجلطة بنبقى بننصح المريض ان هو لازم ياخد ثوائل كتير. تمام. لان الدورة الدموية كمية الدم اللي موجودة في جسمنا مش شابتة. صح. دي بتزيد وتقل على حسب احنا عد ايه بنشرب ثوائل. صح. فاحنا دايما بننصح المريض ان هو يشرب ثوائل كتير لان دي داي بيخلي الدورة الدموية منفوخة. تمام. آآ على المدى الطويل العلاج الطبيعي والآآ والأدوية. تمام افرمي. آآ دكتور. دي قاش فيه اخو الجراحي للحالات اللي هي الجلطة الا الحالات اللي فيها جلطة كبيرة قوي لو هي عاملة مثلا انت اه انتشحت في حواليها او كده. ممكن احنا نعمل عملية لتوسيع حجم الجنجمة لترافع الضغط على المخ في الحالات اللي هي الشديدة قوي. آآ دكتور دكتور حلمي عب حليم انا مقدرش تكون معي على الهوى. رغم ان وقت البرنامج خلص واسألك سؤال مهم جدا. آآ آآ يعني انا شايف بسم الله مشاء الله دائما بتحتضن آآ المدرسين والدكتور بتوع المخ والعصاب وبتبع اب روحي لهم يعني. فآآ يعني آآ نصيحة الاولادك من الدكتور او الاساسة المساعدين في الاسر العيني اساسة المخ والعصاب آآ في في حتة ان التعلم من جيل لجيل يعني. لان حضرك يعني من ال abre بسم الله مشاء الله يعني من المعدودين على اليد في مجال جراحة المخ والعصاب. آآ يعني هو طبعا احنا بننصح آآ 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 اتلمزن ان احنا اسمعوا العيان نعم. والكشف الكلينيكي. ما يعتمدوش اعتماد كله على الفخصات الاشعاعات. احنا دايما منقول ايه؟ شكوة المريض وفحص المريض ولو تطابق مع بدلا الغشاعات والفحوصات غالبا النتائج العلاج هتكون قويسة اولي يا رب دايما كل نتائجك هيلة الأستاذ دكتور حلمي عبد حليم من أكبر أسازة المخ والعصاب اللي كان بيجاوبنا على حالة الأستاذ عاطف من كفر الشيخ متشكر جدا أستاذنا الأستاذ دكتور حلمي عبد الحليم من كبار أسازة المخ والعصاب في مصر والوطن العربي شكرا نفان طيب خلص وقت الحلقة لكن وفينا بوعدنا مع الأستاذ عاطف ولا تتخيلوا بسرعة كده كلمنا الأستاذ دكتور حلمي عبد حليم أستاذ جراحة المخ والعصاب في القصر العيني وشرح لنا الحالة أي حد حاول يتصل بينا وما قدرش يتواصل بفكركم معادي البرنامج كل يوم 2-10 بالليل والحلقة بتتزع كتير علشان ننشر حتة التواصل احنا هنا قلوب مفتوحة وإيدين ممدودة قلوب مفتوحة ليكم وإيدين ممدودة ليكم بنحاول نقدر كل اللي نقدر نعمله متأسف لكل اللي قلت حجاوبهم وجاوبتش حنجاوب الحلقة الجاية عزائي الوحيد أنه كل يوم 2-10 بالليل ده معاد البرنامج دايما بنختم الحلقة بدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الزنوب إلا أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة وقال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم الكل يختم حلقاته بكلمات وأختمها بابتسامة